المورد السادس والثلاثون هذا أيضا في هذا المورد الكلام يرجع إلى ما ذكرناه إلى كل البحوث كل ما أتينا به من بحوث بتوفيق الله سبحانه وتعالى أقول المورد السادس والثلاثون لسنا في مقام بحث تاريخي مجرد ولا بحث تحليلي في العقاد والتاريخ مجرد فالبحث المجرد عن أي خلفية خاصة ممكن أن يقوم به الباحث ويسير في البحث في المحور الذي يختاره وحسب ما يختار فيكتب بانوانه المهني أو العلمي أو المدني أو العلماني أو السياسي أو أي عنوان آخر لكن ما نقوم به في مقابل لفظ أو عنوان أو معنى المجرد فما نقوم به هو ليس بمجرد في مقابل ما ذكرناه من عناوين أي ما نقوم به مرتبط بأساس الدين والأخلاق لكن ما نقوم به مرتبط بأساس الدين والأخلاق وتحت العنوان الديني والمنصب الديني الذي يحتم على صاحبه العدل والإنصاف والأمر والنهي والصلاح والإصلاح على قدر المستطاع والله المستعان نلاحظ يعني من يكتب يأخذ بنظر الاعتبار الخلفية التي من أجلها قد كتب لكل إنسان خلفية في الكتابة وأساس في الكتابة بعض الخلفيات تبيح التدليس والكذب والإفتراء والإفك والخلفيات الأخلاقية الاجتماعية المنطقية العقلائية طبعا تلزم الالتزام بالحقيقة وبالإنصاف نعم بعض الخلفيات تركز على ظاهر دون باقي الظواهر وهذا شيء طبيعي في الكتاب والبحث فنحن نقصد هذا الأمر أقول لكن ما نقوم به مرتبط بأساس الدين والأخلاق وتحت العنوان الديني والمنصب الديني الذي يحتم على صاحبه العدل والإنصاف والأمر والنهي والصلاح والإصلاح على قدر المستطاع والله المستعان هذا للتنبيه والتذكير ومنه أكمل الكلام فيا ترى هل المذاهب وأئمتها أبو حنيفة ومالك والشافعي وبن حنبل والإمام جعفر الصادق رضي الله عنهم عليه السلام يحللون الغناء وشرب الخمر الجواب باضح ويا ترى هل يتشرف ويفتخر أحد أئمة المذاهب بشارب خمر أو مستمع للغناء أو مرتكب للمحرمات الجواب واضح إذن لماذا صار معتادا عند المسلمين التقييم والاختداء والسير على نهج ابن تيمية في الافتخار والتشرف والتمجيد والباس ثوب العدالة والعصمة لمرتكبي المحرمات لمجرد أنه سمح لأتباعه هذا المذهب أو لأتباع هذا المذهب لأتباع ابن تيمية أو لأتباع هذا المذهب ما لم يسمح لغيرهم لمجرد أنه سمح لأتباع ابن تيمية لأتباع هذا المذهب ما لم يسمح لغيرهم أو أنه نكل وقتل أتباع مذهب مخالف لهذا المذهب أو لأنه جعل فقيه البلاط أو قاضي البلاط من هذا المذهب أو ذاك وأبعد غيرهم أو حبس وقتل وأبعد العلماء والفقهاء المخالفين لهذا المذهب أو بدعوة أنه قد قاد عسكرا وحربا هنا أو هناك مدعيا الجهاد والفتوحات بالرغم من أن الحروب والغزوات وتوسيع السلطة وزيادة الأموال يطلبها كل حاكم ومتسلط من كل الطوائف والأديام وبالرغم من ذاك الحاكم أو ذاك يرتكب المحرمات ويأتي بكل قبح وفساد فهل هذا هو نهج رسول الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهل هذا هو نهج أهل بيت المصطفى وصحابته الكرام رضي الله عنهم وعليهم السلام وهل هذا هو نهج ومراد أئمة مذاهب الإسلام